يا سيدة صفحتنا على الفيس بوك صفحة بالنبي جوة لا تعسره الصفحة اللي بتفضل فتحنا باب من أبواب الإقبال على الله سبحانه وتعالى وباب من أبواب مجالس العلم والنور والبركة ونفضل متصلين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام وأول سؤال وصلنا على صفحتنا وتعالوا نجاوب عليه سؤال بيقول أنا ستة متجوزة وكان معايا من طريق طفلين أعمرهم ما بين تسعة وست سنين أخدهم مني من سنة وأنا مش عارف أشوفهم رغم أني كنت بوريهم لي لما كانوا عندي وعلى فكرة هو كرميهم تمن سنين وبعدين فضلي بهدني لحد ما أخدهم نفسي أشوفهم ليهم سنة بعيد عن عيني وحشوني أرجو الإفادة أحدك طبعا مش طربة مني الإفادة قد ما طربة مني المناشدة لزوج حضرتك أنه يتق الله في الأولاد تعال بس أقول لحضرتك حاجة هما ما بين ستة وتسعة سنين دول هما في الحقيقة ما خرجوش أنهما يبقوا محتاجين أمهم بالعكس هما ما زالوا محتاجين أمهم احتياج شديد وتذكر أنه لما الشرع الشريف جعل حضانة الأولاد مع الأمهات في أول الأمر وأكيد تنزلت ليك لسبب إما راح تتجوزت أو أن هي أنت أثبت أن هي مش كفء أن هي ترب الأولاد أو هي تنزلت لك على الأولاد عشان يروحوا لك أو هي تدتهم لك كده بالتراضي لأي سبب من الأسباب اللي هو واضح أن هي دي حصلت فإيه اللي حاصل بقى فالأولاد عندك بس هما أنت مش فست أن أنت تحصل على قطعة من قطعة من الدهب أو قطعة من المجوهرات اللي كنت مسروق منك وإنت ردتها آه على فكرة بعض الناس بيعتبروا أن أولادهم لما بيكونوا متخدين معهم كأن مثلا شقتهم اتسرقت أو كأن حد حرامي جي خدمة حفظته فلو رجعوا لأولاده ورجعوا لأولاده وإيه اللي حاصل وما حفظته رجعت له يعني فلوسه حقه رجع له لا الأولاد مش شيء آه أنا بس عايز أقول لحضرتك وأقول لها يا كمان أقول لكم أنتو الاتنين الأولاد مش شيء الأولاد من قدمين ليهم حرمة وليهم قدسية عند الله سبحانه وتعالى والأولاد دولة الأطفال دولة أحلم فينا ومش من حق أي حد يلوسهم أو يأذيهم أو يكسر بخطرهم أو يتعامل معهم على أن هم حاجات ملهاش لازمة أنتو لو هتعملوا كده مع أولادكم للأسف أنا أكلمكم أنتو الاتنين قوة وتكونوا متتلعبوا بالأولاد على أن كل واحد فيكم يملك الأولاد ومسكهم وفاز بيهم على حساب التاني وانتصر في معركته وكاني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك الأولاد ما بيتلعبش بيهم والأولاد مش ساحة معركة بنسبة كل واحد فيهم أنه هو خسر لما طلقني ولا بثبت له أنه هو إنسان غير كف أو هي بتثبت له أو هو بيثبت لها أن هي الست غير موسوخ فيها عشان يثبت لنفسه أنه هو ما ظلمهاش أو تثبت لنفسها أنه هو ظلمها لما هو طلقها الحقيقة ده من أسوأ الأشياء اللي احنا بنعملها ما بدكيها أولادنا أنا أكلمكم أنتوا تنين ومكلمك أنت بالذات لو كنت أنت فعلا بيتمنع الأولاد أنهم يشوفوا أمهم أمهم الأولاد مش أمهم بس اللي محتاجين له الأولاد اللي محتاجين لأمهم وخلي بالك الأولاد لما يكبروا مش هيسمحوك على أنك أنت منعطهم من أمهم إذا كانوا متعلقين بيها أو بيكانوا بيحبوها احنا عندنا مشكلة أساسية احنا لازم نحط قدامنا حديث رسول الله سلم إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول أنا بقول لك منعك أو منعك والكلام ده تبنشوفه كتير منعك أو منعك أن أولادك يشوفوا أبوهم أو أولادك يشوفوا أمهم لا تضيع للأولاد فاتقوا الله في الأولاد واحفظوهم من اللجوء إلى الاحتواء البديل ارحمهم من أنهم يدوروا على أم يتسولوها في الطرقات اتق الله سبحانه وتعالى ولا تظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يا سادة هنكمل أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا نكمل إجابتها ونقرأها معاكم بتماعهم وبنظر سأيين الله أنه ويعنا على أن نجيبكم الإجابة اللي تخلينا دايماً في طاعة ربنا وفي حب رسول الله ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم والمباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحت بن نامج والتي تعسروا والسؤال بيقول لو سمحت زوجي أخته متوفية بقالها أربع سنوات بسقوطها من السادس ربنا يا رحمة وجعلها في فسح الجنات يا رب قبل وفاتها اتحجزت بالرعاية وكان بيدور على فصيل الدم ليها ندرة جداً وللأسف معرفش وجدها واخته توفيت هو محتفظ بأنبول الدم بغرض أنه لما ربنا يرزقه يشتري الفصيلة دي ويتبرع بيها هل احتفاظه بالدم فيه حرمانية؟ احنا أصلاً احتفاظه بالدم ده هيبقى الاحتفاظ بالدم ده حرام في حالة ما إذا لطخ بيه نفسه ده اللي عني اسأل عليه ساعتها عني اسأل هو الدم ده طاهر وانا نجس لكن هو محتفظ بالأنبول ده ولا هو حطه في عدوم ولا ملطخ بيه أي حاجة وحطت الدم ده عشان بس ما تبقاش المسألة تبعد عننا ونقول النقاش اللي دار ما بين الفقهاء في مقدار الدم الذي لا يكون نجساً من دم الإنسان طبعاً الصحابة الحديث ورد أن الصحابة صلوا في جراحاتهم فالإنسان دمه هو بالنسبة له ومش هيبقى النجس لكن احنا نتكلم عن دم الآخرين قد إيه منه يكون نجس والمسألة عندنا مش مسألة النجاسة هي مسألة الاحتفاظ به هو محتفظ به هو محتفظ به ليه هو طبعاً سؤاله هو أربع سنواته قدام لسه على حاله ما تخسرش فنصحتي دي إنه هو يدع ده لأسباب كتيرة ما هو الحكم الفقه يا جماعة الفتوى غير الحكم الفقه يعني احنا مش بنتكلم دلوقتي في النجاسة وفي الخطرات في مقدار النجاسة بين السادة الملكية والسادة الحنفية لكن احنا بنتكلم إلا نجاسة الدم الآخرين لكن احنا بنتكلم على إنهم متفقين على إن القدر القليل من الدم ليس بنجس لكن هي المسألة إن إحنا مسألة تانية مهمة هي مسألة إنه الاحتفاظ انت سألتيني عن الاحتفاظ بالدم ممكن حد يخرجوا على ده لكن أنا بتكلم على احتفاظه بالدم أنا احتفاظه بالدم مش بس فكرة عالي الدم نجس ولا مش نجس بس لكن أنا عندي بعضي تاني مهم جدا واللي بيفتي لازم يشوفه ده اللي هو بعض إيه؟ البعض النفسي البعض الإيه؟ النفسي إنه هو محتفظ بدم أخته اللي توفيت من أربع سنوات أنا عايز أقولك حاجة هو ليس محتفظا بهذا الدم لأنه يريد أن يتبرع بنفس فصلة الدم فصلة الدم أنت تكتف ورقة فصلة الدم تكتف ورقة هو محتفظ بهذا الدم لأنه في الحقيقة هو عنده شعور شديد جدا 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 قد يكون بالتقصير في حقه أو قد يكون هو مش حاسس هو مش عايز يحس أن هي مشت فاحتفاظه بهذا الدم وقد يكون أنت حاسب ده وعشان كده أنت عايزة تتخلص من المعنى ده بس بتتخلص منه بطريقة مش مناسبة إحنا زوج حضرتك رأيي أنه هو بعد ما حصلت وفاة أخته إن شاء الله تكون في فسيح الجنات يا رب إن شاء الله تكون في فسيح الجنات أنا متصود إن هو كان لابد يتلقى دعم نفسي ليه؟ لأن الحادث نفسه سقوطها من الدور السادس وبقاء في العناية المركزة قد يؤدي إلى إن هو يحس في بعض الأحيين ببعض الصدمات اللي هي محتاجة يتعالج ولذلك أنا أرى إن هو لابد أن يتخلص من هذه القارورة من الدم ليه؟ عشان قضية النجاسة؟ لا مش عشان قضية النجاسة لتأثيرها النفسي السيء عارف أصل الدم غير لما واحد يكون محتفظ حتى بتوب واحد الدم يذكر الإنسان بالحادث لما الإنسان يحتفظ بشيء من أشياء الشخص الآخر هو بيتلمس رائحته لكن لما يكون فيه الدم الدم دائما يذكر الإنسان بماذا؟ ولذلك رسول الله لما أراد يبشع فكرة التعدي على الإنسان قال كل المسلم على المسلم حرام سب من كل المسلم ما قالش جلده راح قال إيه؟ دمه وماله وعرضه فالدم يذكر الإنسان بالجريمة يذكر الإنسان بالمأساة يذكر الإنسان بالحادث فأنا أرى أنه يتخلّد لابد لابد ينبغي أن يتخلّص لم أقل يجب لكن قلت ينبغي وينبغي شيء بيتردد ما بين الحرمة والكراها وليس حراماً ولكن أنا أراه لأثره النفسي السلب السيء عليها أن يتخلّص من هذا الدم ونصحت لي هو يعني عايز تتبرّع شوف فصيلة الدم دي وكتبها وتبرّع لكن احتفاظك بالدم ده ليس لأنك تريد أن تعرف نوع فصيلة الدم عشان تتبرّع بيه أباداً وده يعمل إيه؟ هيجدّد عليك الأحزان وإنت يمكن أن أنت مش عايز تنسى المأساة فتفضل محتفظ بالدم اللي كي تتذكر المأساة وده هو شيء مش جيد فأنا أرى أنه ينبغي أن يتخلّص من هذه القرورة السؤال البعضي كده بيقول لو سمحت أنا تأذيت قوي قوي من إخواتي وإساءة وحقيقة ما ردّتش الإساءة بس بعدت وخلاص كلنا مش بنكلم بعض وأنا مش هقدر أبداً أبداً أتعامل تاني معاه وبرضو عرفة ثواب صلة الراحل وإن إزاي سيدنا يوسف سامح إخواته بعد ما رمو البئر أنا أعمل إيه؟ آه طبعاً هي بتسأل وبتعمل إيه؟ وبتحاوط عليّ عشان ما أقولهش إيه؟ سامحي بسي ستي أنت ليكي أن أنت تستمر في هذا الغضب والانتقام والحنق والحقد اللي جوه ده وليكي أن أنت تهاري قلبك فترتاح ترتاح بإيه؟ بحسن الخلق آه أنت مش أدر على وضعك ده أن الرسول الله قال إنكم لات نسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعى منكم حسن خلقكم فأنت قادر تسعيم بحسن خلقك يعني يا حسن الخلق حضرة النبي قال لنا بقى حسن الخلق فين في مسألة سلة الأرحام آه يا رسول الله ما هو حسن الخلق في سلة الأرحام يا رسول الله قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها يبقى عليك أن أنت توصل لرحمك مش تقطعيها فعلاك أن أنت تعمل إيه؟ تصل لرحمك بأقل لما يمكن أن تكون به سلة الأرحام يعني إيه؟ يعني ما فيش مفر؟ لا ما فيش مفر أن أنت تصل لرحمك هل معنى أن أنت تصل لرحمك؟ أن أنت ترجع المية اللي مجريها ونرجع زي ما كنا زمان؟ لا تصل لرحمك ولا تقطعيها ليه؟ أنت مش حملة أن الرحم تيجي تخصمك يوم القيامة أمام الله لأن الرحم ماذا فعلت؟ قالت هذا مقام لا إذ بك يا رب قال ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك تخيلي بقى في قطع الرحم قطع للبركة والنور يا إحنا حملة كده وقد أنتيجي سيدة الأرحام تقول دي اللي أطعت سيدة الأرحام فالله سبحانه وتعالى يمنعك ما فيه تفسيرين أن القطع بيكون في الدنيا وأن القطع بيكون في الآخرة وإحنا لحمل القطع في الدنيا بتضييق الأرزاق ولا تضييق ولا منع البركة ولا محق مانش حملة ده محق البركة ولا إحنا كمان حملة ده في الآخرة إحنا لحملة ده لا في الدنيا ولا في الآخرة طب نعمل إيه بقى؟ ناصر رحمنا بأقل القليل بكل ما نستطيع الناصر رحمنا به وده يبقى لنا مثوبة عند الله ويفتح علينا الرزق الحسن ويبقى لنا سبحانه وتعالى بسرعة الرحم ومش تخسر حاجة أن أنت تسأل عليهم بالتليفون حتى لو أساءوا ليك حتى لو أساءوا ليك تقولي إزاي؟ لأن العهد الذي بيننا وبين الله أن نطيع الله في من عصى الله فينا ده العهد اللي بيننا وبين ربنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي من حميم هو ده العهد اللي بيننا وبين الله مش العهد اللي بيننا وبين الله أن أي حد زينة هنعمل إيه؟ هنرد له الكلمك يلين لأ يبقى إيه اللي حاصل؟ صلي صلي رحمك أقل ما يمكن أن تصل به رحمك عشان تفضلي من أهلي وصل الأرحام سؤال اللي بعد كده بيقول ممكن سؤال يا شيخ هو لو واحدة موظفة المفروض فلوسها ليها ولا البيت ولو شالت فلوسها والبيت محتاج ده حرام؟ ولا إيه؟ رغم إن هي بتصرف في البيت وشايلة مسؤولية برضو وجوزها مرتب وبسيط ومش مأثر يا زوج بتسأل سؤال شوية دقيق هي بتقول إيه؟ السؤال ممكن يتسأل بطريقة تانية هو أنا لو معايا فلوس والبيت زوجي ما عوش اللي يوسع بيه علينا فإيه اللي حاصل؟ فجوزها بينفق من سعته ينفق ذو سعته من سعته فإيه اللي حاصل؟ هو قدر عليه رزقه فإيه اللي حاصل؟ فأن ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى ومما رزقه الله طيب ولكن هم مش مرتحين في عجز ويمعاه فلوس الصورة بتدري بتحصل لما الستات تيجي تقول لنا والله أنا بشير الفلوس ده للزمن أنا شايف فلوس دي للزمن صحيح أنا عايز شين في دي أو معرفش إيه؟ بس أنا شاير الفلوس دي للزمن تعالي نقول شوية قواعد كده ونقول إحنا نعمل إيه؟ أول قاعدة أن المرأة لها زمة مالية مستقلة وأن الإنفاق على البيت من مسؤوليات الزوج يبقى أول حاجة المرأة لها زمة مالية مستقلة والذي ينفق على البيت هو الزوج تمام ونعيش على مقدار ما عند الزوج طيب وبناء عليه الزوجة ليس فرضاً عليها أن تنفق من أمالها على البيت تمام ولكن إذا كان الشرع حفز الناس للتصدق على الأغراب لسد حاجتهم أليس من الأولى أن يتصدق الزوجة على بيتها وعلى أهلها إذا كان زوجها هذا واسعه من أفضل يبقى الحكم في الحالة دي بعد ما حطينا الثلاث قواعد دي إيه إن من الأفضل إن الزوجة تساعد إن كانت قادرة على ده من الأفضل لكن أهل واجب عليها يعني إذا هي مساعدتش تبقى يا ثمة لا لكن ليس من المرؤة إن البيت يكون بهذا الحال من من التقس من إحساس بإن البيت مفوش مفوش أكل أو مفوش شرب لإن خلاص الفلوس خلست والزوجة عندها مال وإيه اللي حاصل ولا تدفع ليس هذا من المرؤة ليس هذا من الشهامة طب لو دفعت لها ثواب عظيم في البيت أنا بقول كده ليه عشان أحمر نتكلم عن وقعنا مش منتكلم عن وقع حد تاني يعني كل اللي قاعد يتكلم من الزوجة مش واجب عليها أنها تنفق لكن بس واحدة واحدة بس مش واجب عليها خلاص مش واجب عليها أنها تنفق في البيت وإحنا متفقين على ده لكن البيوت يا سيدي ما ينفعش بحد معه حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نخليش قضية الرجل والمرأة تبوز علينا سائر أحكام الشريعة سائر أحكام الشريعة أنا مش بتكلم تلوقتي على أني الزوج ومن اللي عليه ومن الملزم ومش الملزم أنا بتكلم تلوقتي على قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له فلازم نكون متوازنين ولازم الناس تتعامل بالفضل هي دلوقتي الزوجة هي اللي بتسألني بتقول لي أعمل إيه أنت لا تكوني آثمة إذا لم تنفقي ولكن ولا تنسوا الفضل بينكم البيت بتدور بالفضل من كان عنده ظهر فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له فأنت عندك دلوقتي ما لو عودت بيه على بيتك وأسرتك ما فيش حد هيقولك أن اللي عملتيه ده ربنا سبحانه وتعالى مش هيفرج عنك كما فرجت عن البيت فأنت إذا كنت بتسأليني ده جوابي وإن شاء الله سبحانه وتعالى يجعل كل ده في ميزان حسناتك ويبارك لك إن شاء الله السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا راجم وسن وعاجز ومشلول هل لي الصلاة في غير اتجاه القبلة لو حضرت الصلاة وأنت لا تستطيع أن تستقبل القبلة لأن المريض إذا كان وهو في مرضه حالك بتقول مشلول إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتك وشق عليك أن أنت ما عندكش حد يساعدك أو أن أنت مش قادر تتجاه إلى القبلة وهو ده اللي استقرر في الفتوى بأنه هو ما فيش حد يوجهك إلى القبلة وإنت مش قادر تتجاه إلى القبلة آه لك أن أنت تصلي على حالك حتى لو لغير القبلة ولا إعادة عليك كما هو ماذا بالسادة الحنفية والسادة الحنابلة يبقى أنت لا عليك تعيد وإنت صلاتك صحيحة لأن أنت لا تتمكن من استقبال القبلة وإن هو ده حالك ولك أن تصلي وصلاتك صحيحة لأن أنت لا تتمكن من استقبال القبلة لأن هذا هو ما تستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه وأنت فعلت ما عليك فعلت ما عليك يعني إيه؟ زي الرجل الرجل ما له؟ الرجل بيكون عليه حدث وقد يكون حدثا أكبر قد يكون حدثا أكبر أو أوسط قد يكون حدثا أوسط عنده جنابة وحضرت الصلاة وليس عنده ماء وليس عنده كمان تراب فبيصلي على حال إحنا مش بنقول بقى زي زي إذا رأى الماء يعيد لا هو دلوقتي مش هيعمل كده مش زي فقد الطهورين لكن استقبال القبلة كما ذهب إلى ذلك أستاذ حنا فيه أستاذ حنا ميلا يبقى هو يصلي على حاله وإن شاء الله صلاته مقبولة وليس عليه إثم يعني إيه وليس عليه إثم لا هو عليه إثم ولا عليه إعادة وهذا هو المفتبه أن أنت تصلي على الحال التي تتمكن بها من الصلاة وليس عليك أن تفعل شيئا فوق ذلك ليه؟ لأن الصلاة حدثت لا شروط إما الشرط الأخير فأنت لا تستطيع أن تحققه ولذلك صلاتك ستكون صحيحة وليس عليك الإعادة يا سادة نحن النهاردة نتكلمنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي الله سبحانه وتعالى أوحى إلى حضرة النبي أنه يكلمنا على معنى مهم جدا من معاني الحياة أن يكلمنا عن طريقين في الحياة طريق بيمشي في الإنسان ويستقبل وجه مولاه وطريق يستقبل فيه وجه الأنا والدنيا الفانية الإنسان إذا سار في هذا الطريق لا يشبع سار في طريق الله لا يشبع لأن الذي يصير في هذا الطريق يظل مع الله سبحانه وتعالى يغرق في أنواره ولا يستطيع أن يتوقف عن هذا النور وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا رمز هذا بطالب العلم فهو منهم لا يشبع وقدم لنا رمزا آخر رمز الآخر كان بطالب الدنيا وطالب المال فهو أيضا لا يشبع ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا وكأنه أشار علينا ونباهنا أننا نكون من طلبة العلم وقلنا إزاي طلب العلم ممكن يغير النهم في طلب الحياة وطلب المال يا سادة خلونا دايما نكون من أهل طلب معرفة الله ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى معنا وأننا لا نريد ولا يجب علينا أن نستزيد إلا من طلب قرب الله إلا من طلب رضى الله إلا من طلب التنور بأنوار حضرة الله القدسي فإذا فعلنا ذلك نجونا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يطلبون قربك ويطلبون ودك ويطلبون رحمتك ويطلبون فضلك ويطلبون كرمك ويطلبون أن تعلمنا بعد أن نتقي أن نكون في غير مرضاتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا في مرضاتك وعلمنا أنك على الدوام تتودد إلينا وتمدنا بمددك وبرحمتك وبفضلك يا كريم يا رب العالمين أكرمنا بعلم ينير قلوبنا ويجعلنا في الصالحين ومع الصالحين يا رب العالمين